مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الجزء الثالث من النص المسترسل أرسم وطني في هذه الحصة سنشتغل على الصفحة 51 كما ذكرنا الجزء الثالث إذن السؤال الأول أتذكر أذكر أو أذكر بخلاصة الجزء الثاني إذن أذكر مضمون الجزء الثاني أو خلاصة الجزء الثاني إذن سنتذكر خلاصة الجزء الثاني إذن في الجزء الثاني رأينا إن ما يميز وطننا هو اختلاف العادات والتقاليد من جهة الأخرى والقيم النبيلة التي تميزه أي الوطن كالسلام والتعاون والأخوة والمحافظة على البيئة وهذا ما عبر به الأطفال في رسومتهم افتخارا واعتزازا بكل مكوينتي إذن هؤلاء الأطفال كل واحد عبر في لوحته عما يعنيه له الوطن فمنهم من رآه أنه موطن السلام والتعاون والأخوة ومن رآه بأنه وطن المحافظة على البيئة إذن هذا ما رأينا في الجزء الثاني نرجع إلى الأسئلة السؤال الموالي أقرأ الجزء الثالث من النص قراءة صامتة وأحدد معاني الكلمات خفاقا ثم ربتت وواثقين إذن خفاقا ما معنى خفاقا؟ تلقا من الجزء الثالث فخفاقا بمعنى مرفرفا خفاقا مرفرفا ربتت أي ضربت على كتفه ضربا خفيفا ربتت بمعنى قسف كتفه ضربته ضربا خفيفا يعني من الكتب قطب طبع على شيء واحد قطب قسف كتفه بشوية ثم واثقين أي متيقنين من الوثوق واليقين خفاقا أي مرفرفا وربتت أي ضربت على كتفه ضربا خفيفا السؤال الذي بعده ما الشخصية الجديدة في هذا الجزء من النص أين هي الشخصية الجديدة في هذا الجزء؟ أين فالشخصية الجديدة في هذا الجزء؟ أين هي؟ هي شخصية أحمد إذن أحمد هي الشخصية الجديدة في هذا الجزء؟ ثم ما التوجيهات التي قدمتها الأستاذة لتلامذتها في هذا الجزء؟ إذن من التوجيهات التي قدمتها الأستاذة في هذا الجزء؟ طلبت منهم اختيار الألوان المناسبة وكذلك ضبط الخطوط والضلال الضبط منهم يختاروا الألوان المناسبة ويضبطوا الخطوط والضلال ثم لما اختار أحمد رسم العالم الوطني؟ إذن لماذا اختار أحمد رسم العالم الوطني؟ وبما علّل أحمد اختياره؟ إذن قلنا لماذا؟ أو لماذا اختار أحمد رسم العالم الوطني؟ وبما علّل اختياره؟ إذن وباش علل اختيار دياله؟ إذن اختار أحمد رسم العالم الوطني لأنه يحب أن يراه خفاقاً أي مرفرفاً شامخاً وعلّل اختياره على أن العلم هو رمز الفخر فيه تلاقت كل المعاني إذن علّل ذلك بأن العلم هو رمز الفخر وفيه تتلاقى كل المعاني وبه تتعلق كل القلوب وبه تعلقت كل القلوب إذن هذا ما علّل به اختياره وهذا أي رسم العالم الوطني مرفرفاً شامخاً ثم السؤال الموالي أحدد الفكرة العامة للجزء الثالث من النص وأقترح عنواناً مناسباً لهذا الجزء إذن سنحدد الفكرة العامة كذلك سنقترح عنواناً مناسباً لهذا الجزء إذن في نظركم ما هي الفكرة العامة لهذا الجزء إذن في هذا الجزء تعبير أحمد عن حبه لوطني أدهش الأستاذ إذن فكرة أحمد العبقرية أدهشت الأستاذ تنعبر بحبه لوطنه برسمه للعلم مرفرفاً شامخاً عنوان آخر الثالث إبداع أحمد لوحة في حب الوطن لوحة في حب الوطن الفنان الماهر إذن كل هذه عنوان فهي مقبولة أو فهي تعبر عن الجزء الثالث من هذا الجزء أو من هذا النص ثم السؤال الموالي أبدي رأيي في جواب أحمد لأن العلم هو رمز الفخر فيه تلاقت كل المعاني وبه تعلقت كل القلوب إذن سنبدي رأينا فيما قاله أحمد إذن فما قاله أحمد فالعلم هو رمز الوطن وفخر المواطنين حيثما رفرف عالياً تخفق له القلوب وتهتف باسمه الألسنة حباً وفخراً به إذن فالعلم هو رمز الوطن وحيثما رفرف عالياً إذن حيثما رفرف العلم عالياً تخفق له القلوب وتهتف باسمه الألسنة حباً وفخراً أي تهتف بالنشيد الوطني حبا وفخرا بالوطني لأن العلم الوطني كما ذكرنا هو رمز الوطن السؤال الذي بعده أرسم لوحة عما يعنيه للوطن وأقدمها لزملاء وزميلة إذن كل واحد منكم سيرسموا لوحة كما قام هؤلاء التلاميذ الذي ندرسوا ما قاموا به في هذا الجزء أنتم أيضا بإمكانكم أن ترسموا لوحة تعبيرية يعني جد بسيطة تأخذونا ورقة وقلم وألوان ثم كل واحد سيعبروا ماذا يعنيه لهو الوطن ثم أعبر عن مضمون الجزء الثالث من النص بأسلوب الخاص ذا مضمون الجزء الثالث ذكاء أحمد في الرسم أذهش الأستاذة فأعجبت بفكرته التي تعبر عن حب الوطن فالعلم رمز الفخري وبه تتعلق كل القلوب فهو يعبر بلونه الأحمر عن دم الشهداء فالعلمون الوطني اللون الأحمر دماء الشهداء الطاهر والأخضر بالكرم والعطاء إذن الأخضر الكرم والعطاء والأحمر يعبر عن دم الشهداء بهذا نكون قد أنهينا تمارين الجزء الثالث تلقاوا في أسئلة الجزء الرابع كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى السادسة التي ستجدنا إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلايليست إلى اللقاء